فيديو النهاردة هنشرح كل حاجة بالتفاصيل عن متصفح للربح من الانترنت او تعديل من خلال المتصفح. هنجاوب على كل الاسئلة. هل المتصفح ضر للبطارية? هل المتصفح فعلا بيخليك تكسب من الانترنت? هل المتصفح ضر لأي حد ينزله? وهل المتصفح يخليك تكسب من غير حالات? وكل الاسئلة اللي انتم بتشوفوها هتلاقوها مجاوبها في الفيديو ده. ولو في سؤال نسيته هتكتب تعليق ما تترددش هتلاقي الرد بسرعة. طيب خلينا كده نتفق مع بعضين هاخد كل حاجة بالتفاصيل المميل. اولا ده متصفح موجود على كل المتاجر على جوجل وعلى قبل لو انت عايز تنزله لوحدك ادخل على جوجل لو انت عايز تنزله من عندنا فانت بتاخد بونس لمدة اربعتاشر يوم بتاكتفه واحنا برضو بناخد بونس من وراك. فدي اول حاجة يعني انت لو نزلت من عند اي حد فبتاخد بونس اربعتاشر يوم والشخص اللي هو آآ اتحليك انك تنزل هو بياخد برضو بونس. طيب اول سؤال واهم سؤال هل التعدين ده مضر للجهاز مضر للبطارية? الكلام اللي هما بيقولوه الكنوات العرب انا اسف عشان انا في العرب ضعيف جدا جدا فاسمحولي لو انا بتهت او باغلط. اي حد يقول لك المتصفح ده بيعدن على البطارية او بياخد البطارية او بيستهلك البطارية فاقلع جزمتك ودي له وشه على طول. طيب ما هو فاهم في العملات الرقمية. انما لو هو مش فاهم في العملات الرقمية فاهمه. يعني لو هو بتاع مجر محي من الانترنت فاهمه وقوله لا يا عم تعالى فاهمك بس واحدة واحدة. انما لو هو واحد من العملات الرقمية وبيقول لك لا او بياخدهم البطارية جزمتك وعلى رأسك بتديله. ما تستنىش حد يوقفك على بابك. يعني ده باب مستقبل. بعد بكرة هيبقى ليك فيلا بعد بكرة هيبقى ليك صور كبير. فما تخليش حد يوقفك عن البيت بتاعك. طيب احنا اتفقنا. لو انت كده دخلت على المتصفح هنا بيقول لك غانا بيت كوين سيمبر دير بطارية. بعناها ايه بالعربي بقول لك اكسب بيت كوين من غير ما تاخد بطارية. لان ده اصلا مش تعديم. يعني احنا بقى خلينا بقى نخش في في التقنيات الجامدة. ده مش تعديم. انك عشان تعدل لازم يبقى عندك جهاز لا يقلع عن الفين دولار. ويكون عندك كهرابا جامدة جدا وكرود شاشة عالية جدا وحاجات التالية جدا عشان تقدر بس تخرج ستة ستلاف ساتوشي. طيب ايه هو بيديك ليه من خلال انك انت بتتصفح المتصفح. طيب ده مش تعديم تفانة ده فقط ارقام بتزيد وتعلى وهنقول دلوقتي النسبة بتبقى كام وكل حاجة هنه 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 هنشرح حولك ان اتفى مع بعض ده مش تعديم يا جماعة. التعديم لازم يكون عندك تفانة جهزة وكرود شاشة وحوارات كترة جدا عشان تقدر تخرج ساتوشي. طيب اما ايه ده اللي ظهر قدامك وايه ده اقدر اسحابه والكلام ده طبعا تقدر تسحبه في ناس كتير اسحابنا وهنا عملنا اثبات سحب على القناة. اللي مجرد قدامك ده حضرتك فقط ارقام بتنزلك بمعدل الايام ومعدل الساعات اللي انت بتستقبلها. يعني انت لو فتحت اربعة واشرين ساعة لك فقط اجزاء من ساتوشي بتاخدها. حتى لو عدت ستة وعشرين ساعة برضو بتاخدها لك اربعة وعشرين ساعة كزا في اليوم فبتاخده. نضعف على الاحالات في يعني انت لو عندك القناة اليوتيوب او بتبعت في جروبات الفيسبوك او اي حاجة وبتبعت احالات احنا طبعا شرحنا فيديو للاحالات ولكن الاحالات ممكن تكسبك وانت نايم من غير ما تفعل الابليكيش يعني وانت نايم من غير ما تبدأ تعدين هو بيعادل لوحده لانك انت بتاخد نسبة على كل واحد بيسجل منك والشخص اللي بيسجل بياخد هدية بيتعدن معه اربعتاشر يوم الفين يكمكش. طيب ده السؤال الاولاني. البطارية ما لهاش علاقة خالص بالمتصفح لان ده مش تعدين يا جماعة ده تعدين سحابي يعني تعدين سحابي يعني فقط بيقول لك ارقام يعني انت لو عدت شهر هيتاخد مسلا مسلا سفر سفر واحد فهو خلاص انت هتاخد سفر سفر واحد في الشهر فتحت الشهر كله هتاخده ما ما لهاش علاقة بقى يزيد او ينقص انما التعدين العادي بيبقى متعلق بالكميات والارسال يعني مسلا لو حصل النهاردة ارسال في البيتكوين بستاشر عملة فكل الناس اللي بتعدين هيجي لها جزء كبير جدا لو في ناس النهاردة ما بعثتش فمحدش من المعدنين هيوصلوا حاجة فالتعدين بتاع الاجهزة مختلف بتبقى القيمة عالية ونازلة على حسب قيمة السوق انما ده سابت تعدين سابت مش عايزين نقول تعدين ولكن احنا خلينا نقول تعدين عشان الناس يبقى فاهمنا التعدين ده بيكون ارقام بمجرد ما بتدخل كل يوم فهو بيديك ارقام طيب ازاي تزود الربح زي ما احنا قلنا هتيجي طبعا على الاحالة بتاعك عفوا هتيجي طبعا على الرابط الاحالة بتاعك زي ما انت طبعا عارف متعود هتجيبه منين سهل جدا يعني دلوقتي احنا عندنا متين واحد ودسعين وتلاتة وسبعين دلوقتي مسجلين فاحنا كده لو جينا هتلاقي رابط الاحالة لو وزعت رابط الاحالة اول خمسة هيدخلوا من عندك طبعا احنا شرحنا الفيديو وهنا شرحه دلوقتي لان انا بنشرح كل حاجة بالتفاصيل لو اول خمسة دخل له وسجله ابن عندك وفتح الشهر كله فانت بتاخد عليه تلاتة دولار والتاني مجموعة بتاخد عليها عشرة دولار وهكذا لحد ما توصل لمجموعة جبيرة جدا يعني انت لو مش عايز تعدن فانت ممكن تشتغل على الاحالات وبن الاحالات هو بيجي لك ربع مجاني طيب جاوبنا السؤال الاولاني هل هو متصفح ضر للبطارية ولا مش ضر للبطارية وممكن انت تنزله وتجربه بنفسك يعني شوف انت بتبطاريتك بتقعد ادي له وانت مش وصلت لكلامي شوف انت بطاريتك بتقعد ادي في اليوم ونزل جربه يوم ولا اتنين وشوف هل فعلا فيه فرق ولا مفيش فرق طيب في حاجة نزلة جديدة في الموقع عشان في زمان المفروض ان احنا كنا ننزل خلينا بس ان نروح نحزفه وننزله تاني عشان الناس تبقى عارفة ننزله ازاي طبعا انت عندنا سريع فما بياخدش وقت فبينزل بسرعة اول حاجة طبعا هسيب لك الرابط اسفل الفيديو هتنزل الرابط من عندنا هيحولك مباشرة على جوجل بلي او على عشان تاخد الهديئة لمدة اربعتاشر يوم طبعا بعد ما بينزل التطبيق العادي انك انت انا بصور بالتليفون على فجرة العادي انك انت بتعمله او بتفتح وبيفتح معاك بحضرتك بيكون شاشة زي كده طبعا المعلومات بتبقى واضحة قدامك تيدام بنيدو بيقول لك اهلا وسهلا بنا في مرحلة التعديل ولكن انا بتقول له يعني هقبل لو ظهر معاك اعلان انت بتقفله عادي بيتقفل بسكلة جدا طيب بتيجي هنا بتقول له ايه بصر يعني ابدأ الشغل بتيجي تحتي بيقول لك هلا عايز تخلي المتصفح ده الافتراضي يعني اول ما تدوس على حاجة يفتح على طول ولا عايز تخليه مش مهم يعني مش تفرم معاك تخليه متصفح افتراضي او متفتراضي تيجي هنا على اخر واحدة وتقول له اوكي بيطلع معاك طبعا صفحة تاني اللي هي صفحة التسجيل بتختار طبعا ايميل حضرتك ولكن في نقطة مهمة جدا قبل ما تفتح الجميل شوف انت عندك كم جهاز وعايز تشتغل على كم جهاز لو انت عايز تشتغل على اكتر من جهاز فانت بتدخل بنفس الايميل لانما لو انت عايز تعمل احالات فانت كل جهاز بتدخل بايميل تاني هنعيد النقطة دي مهمة انا دلوقتي عند اكتر من جهاز زي المزارع اللي شفتوها عندي فانا دلوقتي دخل بيوم كلهم من حساب واحد فانا مش هيهمني ايه ادخل احالات الحالات بعملها على فانت لما بتدخل من اكتر من جهاز على على نفس الحساب فانت بتاخد كل قيمة في نفس الجهاز يعني الجهاز ده بتاخد مسلا عشر الجهاز اللي بعده عشر لو عندك اكتر من جهاز يعني عشر اجهزة اضرابهم في عشرة فالربح بيجي لك مضاعف طيب بتيجي هنا تختار الجيميل بتاع حضرتك اللي انت عايز تدخل بيه كمان احنا دلوقتي فتحنا ايميل جديد عشان نشرح للناس ازاي تبدن اي طبعا في المعتاد في الاول المفروض انك انت تكتيجي هنا كده وهو بيت اكتف معك على طول لكن دلوقتي هنا بيقول لك نزلي البان البان ده بتاعهم هم يعني بتاع الشركة نفسها فتقول له اوكي هنزله ما فيش اي مشاكل البان بتاع المتصفح نفسه ده بيتيح ليك انك انت مسلا لو عايز استخدم البان من غير ما تنزل برامج فانت بتاكتفه على طول مباشرة من خلال البتصفح ركز بقى معي شوية انت نزلت البان فلازم تدخل بالاميل اللي انت دخلت منه عشان يقبل معاك التفعيل خلاص نزل البان بتاعنا بيقول لك برضو اهلا وسهلا والشرح العادي جدا فانت بتقول له ماشي شكرا وبتقول له يعني موافعة الشروط هنا بيقول لك برضو ايه ماشي اه كمل معنا هنا بتطلع لك نفس الخانة فانت بتختار نفس الايميل اللي انت دخلت منه بتقول له اوكي بيحولك على التليفون عشان تدي له صلاحية القبول وبعد كده بترجع تاني على التليفون وبتقول له اوكي استنى تستنى شوية على صلاحية القبول لحد ما تتاكتف يعني خمس ثواني كده وبعد كده تروح عامل رجوع بالشكل ده هتكونت اكتفت معاك وخلاص تقول له بامس يعني يلا نشتغل ترجع طبعا لو انت عايز تفتح البان هتختار طبعا اي بلد انت عايزها وتفاعل عليها وبيتفاعل واحده ترجع تاني طبعا للمتصفح بتاعنا ومجرد ما تفتح المتصفح فين عفوا فده المتصفح حضراتكم زي ما اتم شايفين هنيجي دلوقتي نعمل بس فقط هنا وهتيجي تخش عادي جدا كأنك هتخش اللي هو الدخول اللي عادي وهتيجي بمجرد ما هتدوس دلوقتي هيتاكتف معاك بدون اي مشكلة زي ما حديدتك شايف بدأ التعديل دلوقتي هيبدأ على الف وخمسمية بالشكل ده انت نزلت طلب منك ففعلت فتيجي هنا تاكتف هنا بقى واضح قدامك هنا بيقول لك ساعة وتساعة يعني ساعتين في كل ساعتين لازم تيجي تاكتف هنا طبعا اثناء النوم هنعمل ايه سهل جدا فيه برنامج اسمه طبعا كلنا عارفين ولو انت مش عارفوا هتلاقي في الجوجل ده عبارة عن هو بتدي له ساعة او بتدي له معادي هو بيدغط على الشاشة الوحدة فانت كل ساعتين او كل ساعتين وخمس دقائية عشان يكون الموضوع افضل شوية فانت تفتح في الفترات اللي انت بتنام فيها طيب ايه فاضل ايه تاني مشاريع نغوش في في الموقع عشان يبقى يكونوا الصورة واضحة جدا للناس كلها ويبطلوا به تعلاقات سخيفة جدا عند المحتويات حتى مش عندي انا انا عنديش ما بيجيش تعلاقات سخيفة لان انا بموضح كل حاجة ولكن بأدخل اشوف كده صحابي بتعود القنوات ايه الناس مش مصدقة ازاي تكسب بيد كوين مجاني من خلال المتصفح لان اكيد الناس ديت جاية من مجال الربح من الانترنت طبعا اللي جاية من مجال من مجال الربح لمن انترنت صعب عليه او كبير عليه جدا انك تقول له في متعد اتعدين مجاني وبيت كوين مجاني وعملات رجمية مجانة فصعب علي ان هو يتقبل كلام ده بسهولة فطالما انت مش فهم بلاشت تشيبس عليه بلاشت تسيب تعليق باغ تحت في القناة يضر للناس يعني ممكن واحد يبقى داخل استثمر وليه شؤلية تعليق بتاعك فيسيب القناة فانت كده بقيت مضر لصاحب القناة وبقيت مضر للناس التانية نزل المتصفح لو انت عايز تجربه ما انفعش معك المتصفح ارجع قول له ما انفعش معي هيجاوبك ولكن المتصفح متاح للجميع وتقدر تستخدمه في اي مكان طيب هل المتصفح ده فعلا خلينا اضيع وقتي واضيع حياتي واشتري تليفونين تاني عشان يبقى عندي بيتكوين اه 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 كمان لان دلوقتي لو انت عندك واحد ساتوشي واحد بس يعني دلوقتي ده واحد بس السنة الجاية هيبقى ليه الكريمة كبيرة جدا زي ما انا طبعا شوفنا في السنة ديت كان البيتكوين مكمل على تسع تلاف بعد ده اصل لواح تمانتاشر تمانتاشر عشرين تلاتة وتلاتين خمسين خمسة وخمسين الوقت اربعة وخمسين الوقت يبقى اربعة وخمسين بتاريخ الفيديو فانت دلوقتي ما تخليش حد يوقفك على عتبة باب الشغل بتاعك اي حد يقول لك المتصفح اه غلط او ضر او كلام من ده انت فاهمين اللي جاي من مجرر بحمل الانترنت تسيبك منه لانهم دولة الناس هتدعب نفسك معاهم ولا حتى هتعرف تستفد من الاحالات بتاعتهم فاحنا لنا الناس مهتمية بالعملات الرقمية ليها جروبات على الفيسبوك وليها قنوات كتيرة جدا على اليوتيوب ولكن السنة السنة دي هيبقى ليها انتشار كبير جدا طيب ما فيش حاجة اعتبر انا ما شرحتهاش في المتصفح وجاوبت على كل الاسئلة يعتقد وانت لو لقيت سؤال انا ما جاوبتوش عندي فيارت تكتب لي التعليق تحت حبيبنا طبعا اللي هم بيتفرجوا على قناة عشان اعرف انت تتفرج على الفيديو عمل لي لايك اشوف كم واحد يتفرج على اللايك والمشترك الجديد ما تنساش تعمل تعليق عشان ارحب بيك واللي هو بسه ما اشتركش يخليك براحتك لحد ما ييجي وقتك. هيجي وقتك وتعجبك القناة وتشترك. طبعا مش هننساكم طبعا باللايك يا جماعة ان هو اكتر حاجة بيفرح اليوتيوبر وبيفرح اليوتيوب نفسه يعني اليوتيوبر اللي هو انا بيفرحني وبيفرح اليوتيوب ازاي يعني بيرفع لك الفيديو بتاعك فانت بتسهمني بالفيديو فقط بلايك ونشوفكم في الجديد على رفح العملات الرقمية.